بلغت نسبة الإنجاز بمشروع المجاري الإسعافي والتكميلي بمدينة سيون 65% والممول من حصة حضر موت من مبيعات النفط استمع وكيل محافظة حضر موت لشؤون جريات وادي وصحراء حضر موت عصام الكثيري خلال جولته التفاقدية لموقع المشروع إلى شرح عن سير العمل بمكونات مشروع المجاري الإسعافي البالغة كلفته 467 ألف دولار فيما المشروع التكميلي البالغة كلفته 89 ألف دولار يتكون من تمديد خط نقل إلى موقع محطة الضخم بطول 1190 متر